اشتركوا في القناة كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت أهل التقوى وأنت أهل المغفرة إخوتي أخواتي الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي فاستبقوا الخيرات وأسأل الله عز وجل في أول هذه الحلقة أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر ومن المقبولين وأن يجعل خير أيامنا يوم لقياه وخير أعمالنا خواتيمها في هذه الحلقة سوف نتحدث بعونه تعالى وبمنة منه وفضل عن مكانة المرأة في الإسلام أحبة الكرام نحن نسمع بين الحين والآخر أو نقرأ في الصحف أو نشاهد في بعض الفضائيات تجني على المرأة تقزيم للمرأة وفي بعض الأحيان احتقار للمرأة وازدراء لها وفي طرف آخر نجد أن هناك فئة من الناس أو جهة من الجهات أو دعوة من الدعوات تدعو إلى استخدام المرأة وإلى استغلالها وإلى نزع عفتها ودعوتها إلى طرح جلباب الحياء وكأنها سلعة تباع وتشترى وكأنها مادة للمساومة وكلا طرفي الأمر ذميم المرأة كرمت بتكريم في الإسلام لم تكرمه في أي ديانة من الديانات أعطاها الله الحق كأم كزوجة كعمة كخالة كبنت كموظفة كمعلمة كداعية كمربية وسوف نشاهد بإذنه تعالى في هذه الحلقة بعضا من هذه الشواهد في الجاهلية اختلفوا وفي القرون السابقة هل المرأة مخلوق من البشر أم ليست من البشر هناك من عدها أنها جسم شيطاني وقال قائلهم إن النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين يعني شوفوا المبالغة والتجني والنظرة الدنية الدنيا للمرأة حتى اعتبرها البعض بأن هل هي من البشر أم ليست من البشر هل الروح التي تسكن في المرأة من الله عز وجل أم أنها روح شيطانية فاعتبروها شيطان فلابد أن تقهر ولابد أن توبخ ولابد أن تهان ولابد أن تعذب والبعض الآخر رآها بأنها من البشر وأن الروح التي فيها من الله سبحانه وتعالى ولكنها ليست ذات قيمة فلابد أن تكون آلة تنكح تطبخ تغسل ترب الأولاد وكأنها آلة من الآلات لا إحساس لها لا ينبغي أن يقام لها وزن لا ينبغي أن تسألها عن دموحها لماذا تبكي عن أحاسيسها مما تشتكي ماذا تريد وفي هذا من الغلو ومن العنف ومن المبالغة ما لا يحتاج إلى دليل على إقامة البرهان عليه تعالوا معنا نشوف المرأة كيف كرمها الإسلام كيف كرمها رب العالمين كيف كرمها نبي الأمة صلى الله عليه وسلم المرأة كرمت بكرمات لم يكرمها الرجال أولا سمى الله سبحانه وتعالى أحبة الكرام الفضلة سورة من الطوال من طوال المفصل بسورة النساء ولم يسمي المولى عز وجل في القرآن سورة باسم الرجال ونحن نعلم بأن هناك سورة النساء الطويلة اللي فيها من أحكام النساء ومن أحكام الرجال فيها من أحكام السفر ومن أحكام الحضر فيها من أحكام الأغنياء ومن أحكام الفقراء فيها الحديث عن الصلاة وعن الصوم وعن الجهاد وعن كل أمور الشريعة هذه الصورة ما اسمها؟ سورة النساء وكلنا نعلم هذه الصورة هل هناك في القرآن سورة باسم الرجال؟ أبداً هل هناك سورة باسم الرجل المفرد أو المثنى؟ كلاً هذه أول كرمة المرأة أكرمها الله عز وجل كأم وكل كم في غنى عن الآيات التي تتحدث عن بر الوالدين والأحاديث التي تتحدث عن الإحسان للأم وأنها باب من أبواب الجنة ونحن لا تخفى علينا قصة هذا الصحابي الجليل أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة هل هناك أعظم من مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بل وأريد مرافقتك في الجهاد الجهاد اللي هو أعلى سنام الإسلام إيش يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أعلى درجة في الإسلام هي أن تجود وأن تجاهد بنفسك في سبيل الله عز وجل يجود بالنفس إن ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود هل بعد أن تهب نفسك في سبيل الله عز وجل من كرامة أبدا ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا أحية والدتك جاية ويبّي رافقة في الجهاد ومرافقت في الجنة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحية والدتك يعني أمك حية قال نعم يا رسول الله فقال ارجع يا أخي فالزمها فإن الجنة تحت قدميها الله أكبر ولله الحمد يعني الأم اللي هي مرأة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد شيئا أعظم من رفقتي هل أدلك على شيء أعظم من الجهاد في سبيل الله عز وجل وأنت صاحبي في الجهاد ما هذا الأمر العظيم يا رسول الله إلزم أمك فإن الجنة تحت قدميها هذه هي الأم سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه شف واحد يطوف حول الكعبة وهو يحمل أمه على ظهره يطوف وأمه على ظهره فعندما نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال يا ابن رفيقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوراني أديت حق والدتي بعد هذا الصنيع يعني يا ابن عمر أنت تشف في أمي فظهري لها مطية ولا تقضي حاجتها إلا على ظهري يعني إيش معنى الكلام قال لأمي نشيل فيها في كل شيء وما تخففش وما تقضيش في حاجتها وتنزل الفضل امتعدت إلا على ظهري أتوراني أديت حقها بعد هذا فقال كلا والله لم تؤدي حق ركضة واحدة من ركضاتك في بطنها وانت تركل فيها برجلك في بطنها تصهر الليل ويهرب النوم وتجوع وتمرض وتتأذى بركضاتك بحركتك في بطنها ولكن الله عز وجل يجازيك بالإحسان إحسانا الله أكبر يا ابن الخطاب أتوراني أديت حق والدتي قال كلا فقد كانت تصنع بك وتتحمل الصهر والنوم والمرض والأذى والعذاب والقلق والضيق والضجر وهي ترجو ولادتك وترجو لك الحياة وأنت اليوم تحملها على ظهرك وتحسب الدقائق والساعات التي تفيذ فيها الروح إلى ربها ولكن أبشر يا أخي فإن الله تعالى متى احتسبت سيجازيك بالإحسان إحسانا أحبة الكرام إخوتي أخواتي الله الله في الوالدين وفي الأم بصفة خاصة فقد كانت تنام تصهر لتنام أنت وتجوع لتبع أنت وتقلق لتولد أنت وعندما كبرت واشتد ساعدك نرى البعض اليوم يبارزهم بالمعاصي بالعقوق يتبسم مع الأصدقاء مع الزوجة مع الأولاد وعندما يرى الوالدة يتأفف يتضجر يضيق ذرعا والمسكينة تنظر إليه وكأنها تتوسل وكأنها تسأله أن يتبسم في وجهها وهي التي صنعت ووهبت العمر يبس جنباها واحدودب ظهرها وتساقطت أسنانها واشتعل رأسها شيبا من أجل أن تراك يافعا كبيرا سواء كنت ولدا أو كنت بنتا فهل جزاؤها اليوم أن تراك عابسا متجهما تأتي بالهدايا بالحلوة بالطعام بالملابس إلى الزوجة أمام عينيها وهي تنظر إليك في دخولك وحال خروجك تأتي بالدواء متى مرضت الزوجة تأتي بالعلاج تتودد إليها بأرق العبارات وبأجمل الألفاظ ولكن عندما تطلب منك الأم الدواء عندما تطلب منك الجلوس عندما تطلب منك أن تخرج بها في رحلة في نزهة تأتي العبارات الغليظة تأتي العبارات المزمجرة يقطب الجمين تتأفف والله سبحانه وتعالى يقول لك في محكم تنزيله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه والله لو علم رب العزة كلمة في العقوق أقل من التأفف لقالها في القرآن الكريم مجرد النفخ مجرد سحب البسمة في وجوههم هذه عقوبة سوف يسألك المولى عز وجل عنها يوم القيامة وخذ درسا من ذاك الصحابي الجليل الذي قال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما هي أكبر الكبائر فقال صلى الله عليه وسلم إشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور وانظر إلى القرآن الكريم كيف قرن الله عز وجل طاعته بطاعة الوالدين وكيف اعتبر أكبر الكبائر بعد الشرك به هو عقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نعم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أولا ألا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بر آبائنا فقد قال صلى الله عليه وسلم بر آبائكم تبركم أبناؤكم والجزاء من جنس العمل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة